رفع العلم الوطني في بداية الأسبوع الثاني من الافتتاح المدرسي في مدرسة الدخل بمدينة العيون تم بحضور والي الحوض الغربي والسلطات الإدارية والأمنية والأسرة التربوية حماس كبير بين التلاميذ وهم يرددون كلمات النشيد الوطني وذلك مسعى من مساعي المدرسة الجمهورية في تعزيز الروح الوطنية لدى الناشئة وعيد ذلك تجول الوالي في الأقسام الدراسية واستمع لملاحظات ومطالب المدرسين ليجتمع بعد ذلك مع الأسرة التربوية وخلال الاجتماع تم تأكيد ضرورة التقييد بالوقت والشعور بالمسؤولية والانضباط من خلال هذا الحفل تم رفع العلم والنشيد الوطني وان خلالهم اللي اجتمعنا مع الفاعلين في الميدان رابطة عبد التلاميذ القائمين في المدرسة والمديرية الجهوية وناقشنا في أمور محورية لتفعيل هذا المشروع الأسرة التربوية في المدرسة المسورة نوهت بأهمية هذه الزيارات في إبراز الدور المحوري لتجسيد المدرسة الجمهورية هذه الزيارات التي تتكرر على المستوى الحجم هذا يشعر المعلم داخل القسم لأنه يلواحل فيها عاد مهم وعلى أن المجتمع الموريثاني بصورة عامة عاد متوجه لذلك التعليم ويعرف أن الإصراح الحقيقي هو إصراح التعليم آباء التلاميذ على مستوى المدرسة يؤكدون أنهم يدعمون توجه الدولة في النهوض بقطاع التعليم يعرف أنه قد تقاول لصديك الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وأنها توفر من التكافو الاجتماعي والمساوات وأنها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح ويلاحظ منذ الافتتاح المدرسي حضور معتبر للتلاميذ والطواقم التدرسية في مدرس مدينة العيون لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة العيون محمد البلال مدينة العيون محمد البلال مدينة العيون